اشتركوا في القناة ذلك بمناسبة مشاركتهم في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة ورحب جلالة العاهل المفدى بالجميع وشكرهم على مشاركة شركاتهم ومؤسساتهم في هذا المعرض العالمي لعرض ابداعاتهم واختراعاتهم المتقدمة في قطاع الصناعات والتقنيات الجوية المدنية منها والدفاعية واكد جلالته على اهمية مثل هذه الملتقيات العالمية كمنصات متخصصة لتعرض احدث ما وصلت اليه تكنولوجيا الطيران وذلك لم توثله من فرص وخيارات متنوعة امام العارضين والمهتمين في شؤون الطيران والاطلاع واكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات في التقنيات الجديدة وأشهد جلالة الملك المفدى بما حققه معرض البحرين الدولي للطيران من نجاحات متواصلة منذ انطلاقته والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات العالمية المعنية بالطيران في مختلف تخصصاتها والذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بقطاع الطيران والملاحة الجوية والاستثمار ومواكبة تكنولوجيا العصر المتطورة ويؤكد السمعة الدولية الرفيعة التي تحظى بها البحرين وكفاءة ابنائها وحرصهم المستمر على التفوق والتميز وتمنى جلالة الملك المفدى لحضورهم ومشاركتهم كل النجاح والتوفيق والاستفادة من الامكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا المعرض العالمي لتنفيذ وتطوير مختلف المشاريع المشتركة وقد اعرب ضيوف البلاد عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال مشهدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التنظيم والاعداد لهذا المعرض والنجاح الكبير الذي حققه باستقطاب هذا العدد المتزايد من الشركات العالمية ومختلف العارضين